السؤال رقم 9 عنا X5 زائد Y5 يساوي 14 و عنا X ضرب Y يساوي 2 بدينا نوجد X10 زائد Y10 يساوي قديش هلأ X10 هي X5 2 من خواص القوة والY10 هي Y5 2 هلأ X15 يعني الأول مربع زائد الثاني مربع هو الأول زائد الثاني مربع ناقص ضعفي الأول بالتاني X15 زائد Y15 هي 14 مربع ناقص 2 ضرب X15 ضرب Y مع بعض فين يقول X ضرب Y يعني 22 يعني 32 14 14 مربع يعني 196 ناقص 64 فمنطرح الآن 2 3 1 فالجواب إذن 132 سؤال رقم 10 بيقول السؤال إذا كان عنا X زائد 1 على X يساوي 8 الثاني بدو يعني أوجد X plus 4 زائد 1 على X مربع يساوي قديش من المطلوب هو X plus 4 زائد 1 حاول زائد البسط على المقام يعني بيصير معي X plus 4 على X مربع زائد 1 على X مربع يعني X plus 4 على X مربع يعني X مربع زائد 1 على X مربع أو فين يكتبها هيك 1 على X على القوص مربع يعني صار عندي الأول مربع زائد الثاني مربع هو الأول زائد الثاني مائس ضعفية الأول بالتاني أو الثاني بالأول نفس الشي X زائد 1 على X هي 8 مربع مائس تروح X مع X فيصفه معنا 2 يعني الجواب 62 السؤال رقم إلى 10 بيقول السؤال إذا كان عنا X زائد 1 على X يساوي 4 بدي يعني أوجد X plus 6 زائد 1 على X مكعب يساوي أديش هلا بوزع البسط على المقام فبيصير معي X plus 6 على X plus 3 يعني X plus 3 زائد 1 على X plus 3 أو فين يحط على القوص تكعيب مطابقة تكعيبية هي الأول زائد الثاني على القوص مكعب ناقص 3 بالأول بالتاني بالأول زائد الثاني قانون الأسكية بسميه أنا X زائد 1 على X هو 4 مكعب ناقص 3 ضرب بتروح X مع X والX زائد 1 على X بيصفه معنا 4 تطلع 4 عامل مشترك مش هنوفر على حالي حسابات أو نفس الشي 4 مكعب هي 64 ناقص 4 بـ 3 12 يعني الجواب 52 سؤال رقم 12 عنا X مربع زائد ناقص 4 X زائد 2 يساوي 0 بدياني أوجد X مربع زائد 4 على X مربع يساوي قديش الحل أني هقسم المعادلة كلها على X فبيضل معنا X ماقص 4 زائد 2 على X يساوي 0 بنقوم ماقص 4 للطرف الثاني فبصمعي X زائد 2 على X يساوي 4 هلا هو بده X مربع زائد 4 على X مربع أو 2 على X على X مربع يعني الأول مربع زائد الثاني مربع فبقول الأول زائد الثاني ناقص عقص مربع ناقص ضعفية الأول بالتاني تروح X مع X X زائد 2 على X هي 4 مربع 16 ناقص 4 فالجواب 12 السؤال رقم 13 إذا كان عنا A زائد B يساوي 6 A ضرب B يساوي A ضرب B يساوي 8 أوجد A مكعب زائد B مكعب يستخدم قانون الأسكياء اللي بيقول A مكعب زائد B مكعب يساوي A زائد B على القوس مكعب مكعب مائز مائز ضرب A B ضرب A زائد B A زائد B معناها 6 مكعب مائز 3 ضرب A B اللي هي 8 ضرب 6 سهل X سهل X إذن A مكعب نائس B مكعب حطيت بداله هات نائس بيان هذي اللي هو ثلاثة A B B A نائس B فبيروح هذا الحد كله مع هذا الحد كله بصفه معي A نائس B على القوس مكعب ال A هي 2 أس 2 على ثلاثة زائد X وال B هي X على القوس مكعب بيروح ال X مع ال X هلا بيروح التكعيب مع مقام القوس فبيصف عنا 2 أس 2 يعني 4 سؤال رقم 15 عنا X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع يساوي 65 2XY زائد 2YZ زائد 2XZ يساوي 35 بدأنا نوجد قيمة X زائد Y زائد Z يساوي 10 هلا أنا إذا جمعت هالمعادلتين فهن فورا بيعطوني X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع زائد كل هدول هن فعليا هو X زائد Y زائد Z على القوس مربع 65 زائد 35 0 باليد 1 100 فبالتالي بجزر الطرفين بستنتج انه X زائد Y زائد Z يساوي جزر المياه اللي هو 10 سؤال رقم 16 عنا X فاصلة Y بينتمي ل R زائد X فاصلة Y بينتمي ل Z زائد عميل لي انه 16X مربع نائس 25Y مربع يساوي 23 بدي يعني اوجد قيمة X طبعا أنا عندي هدول يساوي 23 مطابقة تربيعية هاد هو 4X نائس 5Y ب4X زائد 5Y يساوي 23 23 هي عدد اولي يعني هي حصرا واحد ضرب 23 بمقارنة الطرفين طبعا النائس هو الواحد بيكون لانه بينتمي ل R زائد و Z زائد الشباب الطيب فبالتالي بقول 4X نائس 5Y يساوي 1 و 4X زائد 5Y يساوي 23 بجمع المعادلتين بيطلع معي 8X يساوي 24 ما نعطي X تساوي 24 ع 8 يعني 3 ترجمة نانسي قنقر